طب الجمهور لما بيتجاوز وتسيب لا الجمهور برضو ليه في القانون وفي اللوايح ما حدش بيوقف وما حدش بيلغ أنا بوقف أنا مليش دعا برضو ما تقولش محدش أنت دلوقتي أنا بتكلم عن نفسي أنا مش شاكر إمتى وقفنا مطش أنا بتكلم عن نفسي وبتكلم عن زمائيلي قولي مطش وقفت قبل كده للجمهور كابتن كريم أنا وقفت مطش الأهلي والإسماعيلي وأنا تاني سنة لها في التحكيم كان إبراهيم سعيد مشي بالآله راح للإسماعيلي أيوة ووقفت وطردت المدرج مدرج بتاع النادي الأهلي في النادي الأهلي مش وقفت بقى وقفت وخرقت الجمهور كله بتاع النادي الأهلي كان الأهلي والإسماعيلي الشباب وكان بينزلوا اتنين لعيبة من الفريق الأول بلعبوا مع الفريق كانت تاني سنة لتحكيم ليه ووقفت المباراة ووقفت المباراة وخرقت يسكتوا ما سكتوش فرموا تقريبا زي شمروخ ولا حاجة على الجهاز فروحتوا طالب من الأمد خرج المدرج كله وخرقته خرقت جمهور الأهلي مليش دعب مش بقولي الأهلي لا لا أتكلم على الواقع أنا أتكلم على ظروف المطر طبعا أتكلم على الواقع اتفضلوا اطلعوا بمنتهى الالتزام خرجوا تمام بس ما فيش مباراة في الدور المنتزسة أنا فاكر ما خلاص من ساعة ما عملت دي بقى ما حدش بقى أي جنبي ما خلاص ما حدش بتجاوز معك بص لا يسوني بس انت طوال الفترة اللي فاتت دي ما فيش أي جمهور تجاوز مع الكابتر المنور دي اللي بتجاوز بكتب بتكتب في التعرير بس بتجاوز بكتب لكن ما بتوقفش مباراة ولا الكلام ده القرونية اسمحناك إنك توقف في المباراة وقف في المباراة وقت طب قرروها بطلب من الأمن لو الأمن قوته كافية وقادرة إنها تقلم مدرجة هلقوا مخلوق مش قادرة ودي محل من الاتنين لها تكلم جهاز الفني يقوله بتاع الجمهور يلتزموا وحذر بالإلغاء التزموا ما لتزموش لو الأمن مش يقدر يخرجهم ألغي لها ما حصل مع الكابتين أحمد أعوضة في مطش الزمالك والمصري ولغى المباراة هناك لإن الأمن ما كانتش هيقدر يخرج كل العدد ده بتاع شهر شهر